ارتفاع على درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع التفاصيل في النشرة بعد قليل بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أهلا وسهلا بكم من جديد متابعينا في الأردن نهار اليوم ارتفعت قليلا درجات الحرارة مقالة بالأيام الماضية وبدأت تنتشر كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في بعض الأجزاء من المملكة خلال الساعة القادمة تحديرنا خلال الليل الخميسة على الجمعة وخلال نهار يوم الجمعة يتوقع أن تغطي كميات كبيرة من الغيوم المتوسطة والعالية أجواء المملكة هي عبارة أو ناتجة عن تأثر المملكة بحال محدودة وضعيفة من عدم الاستقرار الجوي ستعمل هذه الغيوم على هطول بعض زخات من الأمطار المحلية في نتقات جغرافية ضيقة استعد الآن وإياكم تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة تبارا من نهار اليوم الخميس وخلال عطلة نهاية الأسبوع يوم الخميس ارتفعت درجات الحرارة قليلا في عموم مناطق المملكة مقارنة بالأيام الماضي وأصبحت درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام يوم الجمعة بإذن الله تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام تقس خريف في معتدل يمين للحرارة خلال ساعة الظاهرة والعصر بينما يكون حار نسبيا في مناطق الأغوار بحر الميت وأيضا العقبة مع انتشار كمية من الغيوم المتوسطة والعالية كما ذكرنا الناتجة عن حالة محدودة من عدم استقرار جوي يوم السبت بإذن الله يتوقع أن تنخف الدرجات الحرارة مجددا وتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام كنتيجة لهبوب لتيارات غربية قادمة من شرق البحر الأمن المتوسط ستعمل على عودة درجات حرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام يسود تقس خريفين معتدل في عموم مناطق المملكة نهارة لكن بارد إلى بارد نسبيا خلال ساعات الليل ندعو الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة تسود أجواء غائبة جزئيا بغيوم متوسطة وعالية 17 درجة مئوية كحرارة مقاسعة المحسوسة 16 عمه الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلات أسراء بالنسبة لتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال الثلاث أيام القادمة يوم الجمعة تقس غائم جزئيا مع 26 درجة مئوية كحرارة عظم أم مع الصغرى 16 درجة مئوية الخفاض واضح على درجات الحرارة يوم السبت 22 درجة مئوية كحرار عظم أم مع الصغرى 15 درجة مئوية يوم الأحد تقس غائم مع 23 درجة مئوية كحرارة عظم أما الصغرى 17 درجة مئوية تستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن الأردنية ليوم الجمعة نبدأها شمالاً أحوال جوية كما ذكرنا غير مستقرة انتشار لكميات كبيرة من الغوية المتوسطة والعالية التي قد تعمل على هطول بعض زخات من الأمطار المتفرقة والمحلية الطابع المنفرق 28 إلى 15، إربط 27 إلى 16، جراش 28 إلى 17 وعجلون 26 إلى 16 درجة مئوية المنطقة الوسطى الزرقاء أجواء غائمة جزئياً 28 إلى 17 البلقاء 26 إلى 17، عمان 26 إلى 16، مأدبة 27 إلى 15 والبحنية 33 إلى 23 درجة مئوية بالنسبة للمنطقة الجنوبية نذهب للكرك حيث تكون الأجواء غائمة جزئياً أو تنتشر كمية من غيوم 27 درجة مئوية كحرار العظم أما الصغرى 16 الطفيلة 26 إلى 16 معان 28 إلى 17 الشوبك 25 إلى 15 والعقبس 31 إلى 24 درجة مئوية أخيراً المنطقة الشرقية الأزرق 31 إلى 16 الصفاوي 29 إلى 14 ورويش 30 إلى 15 درجة مئوية مع انتشار لكمية من غيوم المتوسطة والعالية التي قد تعمل على خطور بعض زخات من الأمطار المحلية الطابع إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء المنصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة